السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي الصغار النهاردة ومع آخر حلقة من سلسلة شرح كتاب فلسطين قضيتي هنتكلم إزاي الفلسطينيين بيحموا أرضهم ودورنا إيه وهنعمل أنشطة ممتعة جدا جهزوا الكتاب والأدوات ويلا بينا نبدأ كلنا بنشوف أطفال فلسطين وبنتعلم منهم الصبر والثبات طب يا ترى هم بيعملوا إيه علشان يحفظوا على أرضهم هنعرف مع بعض وإحنا بنقص ثوراء العمل وللزها في مكانها الصحيح أول حاجة أطفال فلسطين منذ الصغر وهما بيتعلموا أكتر عن أهمية المسجد الأقصى كمان هم مرابطين في فلسطين لا يتركوا الأرض للمحتل بالإضافة أنهم بيدفع عن بيوتهم ولا يسمحوا للمحتل أنه ياخدها منهم غير أنهم بيحفظوا على نظافة مدينتهم فلسطين بلد جميلة ونظيفة طيب إحنا دورنا إيه؟ يا ترى ممكن نعمل إيه علشان ندافع عن المسجد الأقصى يلا نقص مع بعض ورقة النشاط دي ونعرف مع بعض أول حاجة لازم نتكلم مع أصدقائنا عن فلسطين ونشرح لهم مكانتها العظيمة للمسلمين وكمان ندعي لهم بالإضافة أننا لازم نتعلم أكتر ونقرأ أكتر عن المسجد الأقصى وطبعا نتصدق بجزء من مصرفنا لنصرتهم ودلوقتي يلا نعمل نشاط تلوين هنلوم في علم فلسطين يا ترى عارفين إيه هي ألوان العلم؟ اكتبوا ليه في التعليقات وفي النشاط ده هنتتبع الأرقام ونوصلها علشان نوصل لسورة مسجد قبة الصخر واللي يعتبر جزء من المسجد الأقصى يا ترى مين بيحب البازل وبيستمتع وهو بيركبه يلا نركب بازل الخريطة ونعرف أهم المدن اللي موجودة في فلسطين القدس هي عاصمة فلسطين وفلسطين فيها مدن جميلة جدا وليها تاريخ كبير حيفا ويافا والخليل وبيتلحم ونابلس وغزة وخان يونس بالإضافة أن فلسطين مدينة الأنبياء دفن فيها النبي إبراهيم وابن إسحاق وابن يعقوب وابن يوسف عليهم السلام جميعا ومع النشاط الممتع ده هنعمل حصالة نستخدمها للتبرع كل يوم بجزء من مصرفنا علشان ندعم إخواننا في فلسطين وممكن نتبع ورقة العمل على كرتون مقوة أو ممكن نجيب أي علبة ونعملها الحصالة ودايما نفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص ما يلوم من صدقة وآخر حاجة هنعمل كتيب نكتب فيه الدعوات اللي هنحب ندعيها لأهلنا في فلسطين هنكتب إيه هي الدعوات علشان ما ننسهاش ودايما نفتكر إن الدعاء ليهم حق كبير جدا فيه وبكده نكون خلصنا نشاط شرحة أنشطة كتيب فلسطين قضيتي لكن القضية لسه مستمرة نتمنى تكونوا اتبسطوا واستمتعتوا وكمان استفدتوا ويريد تشاركونا بصور أنشطتكم وتطبيقاتكم الجميلة واكتبونا في التعليقات ايه أكتر نشاط عجبكم وتحبوا نعمل أنشطة تانية ايه وأخيرا لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم ونشوفكم على خير إلى اللقاء